البيثون interpretive. يعني مش محتاج انك تكتب البرنامج كله وبعدين تعمل كومبايل والكمبيوتر يشغلو. ممكن اكتب كل سطر لوحده. وبعدين في طريقتين عشان اكتب البيثون. ممكن ان انا اشتغل اونلاين وممكن ان انا اعمل install program واكتب البيثون على البيثون. احنا طبعا عايزين نتعلم كل حاجة فحنبدأ ان احنا نشتغل اونلاين وبعد كده نعمل install program ونشتغل عليه. طيب حنشتغل اونلاين على موقع اسمه ريبل دوت اي تي. لما يفتح الموقع بالشكل ده. حسكرول داون. لحد ما لاقيه تحت بايفون. طبعا فيه هتلاقي بايفون وف تيرتل. ده ما لاكش داعه بيديو الوقتي احنا هنشتغل على البايفون بس. ندوس كليك عليه. هيزهر لنا الشاشة دي متقسمة تلات اجزاء. اول جزء على الشمال ده انا مش محتاجه. فحدوس على الزرار ده. هيتبقى لي جزئين. الجزء الابيض ده ممكن اكتب فيه البروغرام كله على بعض. وبعدين ادوس يشتغل على الاسود. الاسود ده الكمبيوتر هيعمل ايه? لما انا اشغل البرنامج بتاعي. لو انا بقى عايز الكمبيوتر ينفز كل امر لوحده فانا هكلم الكمبيوتر على طول عن طريق الشاشة السودة. احنا قلنا الشاشة السودة دي بعد مكتب. البروغرام هنا بدوس بتشتغل. طيب لو انا بكتب على الشاشة السودة لقى انا بكلم الكمبيوتر دايري. كل امر بكتبه الكمبيوتر بيرد عليه على طول. فانا هكبر الشاشة السودة كده عشان نشتغل عليها شوية. وابدأ اجرب ان انا اكلم الكمبيوتر واشوف وهيرد عليه على طول ولا لا. مسلا لو عملت دي حاجة حسابية معادلة حسابية صغيرة الكمبيوتر عملي اربعة على طول. طبعا احنا عارفين لو انا مستخدم عادي بفتح الكالكليتر بلاقي فيه زرائر بادوس على اتنين وبعدين البلاس واتنين وحاجات ظريفة كده ولطيفة للمستخدمين العاديين. لكن انا كمبرمج انا مش بعمل كده انا بكتب اوامر للكمبيوتر والكمبيوتر بنفزها. طبعا الاوامر مش كلها الكالكليتر يعني مش تو بلاس تو والحاجات دي فيه اوامر كتير جدا. بس النهاردة اي احنا بنبدأ بحاجات خفيفة كده. اللي هو الجمع والطرح والضرب والاسمة والحاجات اللي احنا متعودين عليها. تعالوا بقى نكتب نفس الامر في الشاشة البيضة. الشاشة البيضة دي عاملة زي البرامج العادية بقى او اللغات البرمجة العادية. مثلا او عملت هنا تو بلاس تو. ودست انتر مش هيحصل حاجة. لازم اعمل رن. ولو ما اعمل رن مش هيزهر حاجة. لان انا ما قلتش للكمبيوتر او للبرنامج اعمل برينت. الكمبيوتر بينفز بالزبط اللي انا بقوله عليه. فلو انا بكتب بروجرن. وقلت له البروجرن ده هعمل فيه اول الحاجة تو بلاس تو. هيقول لي اوكي. ليه طب مش هتضع لي اربعة. عشان انا ما قلت لهش. في البروجرم ده هنجمع تو بلاس تو. وبعدين تضع اربعة. لكن في الشاشة السودة هنا انا بكلم الكمبيوتر على طول كأنه واحد صاحبي. بقول له اتنين بلاس اتنين. هو عارف بقى احنا احنا بنتكلم مع بعض. يرد علي على طول يقول لي اربعة. تعال نكمل شغلة على الشاشة السودة. في الاول يعني اسهل شوية. وبعد كده نروح للشاشة البيضة نكتب بقى برنامج كامل. هو احنا بس بنعمل جامعة احنا ممكن نعمل اي حاجة. طرح مثلا خمسة مينس وان ودوس انتر طلع اربعة. موضوع جميل. فيه برضو الضرب اقول مثلا اه خمسة في ستة. علامة الضرب بتكون علامة النجمة اللي هي شفت تمانية. خمسة في ستة ودوس انتر طلع تلاتين. موضوع جميل جدا. مشكلة بقى عندنا تزهر من اول الاسمة. هتلاقي الاسمة في البرمجة مختلفة شوية عن الاسمة اللي احنا اتعلمناها في المدرسة. مختلفة ازاي? في نوعين في البرمجة من الارقام. نوع اسمه انت دي الارقام اللي ما فيهاش كسور. وفيه نوع تاني اسمه دي الارقام اللي فيها علامة عشرية اللي فيها كسر. فمثلا انا لو قلت خمسة على اتنين. طيب ما المفروض خمسة على اتنين بتطلع اتنين ونص. في البرمجة انا ممكن اكون محتاج ان البروغرام يطلع لي اتنين بس. هنقول الكلام ده بعدين لما يقابلنا مواقف. بس في البرمجة بحتاج كتير ان ان انا اشيل النص دي. انا مش محتاج النص. انا عايز اللي اتنين بس. فانا عندي ان انا اطلع خمسة على اتنين بس. وعندي ان اطلع خمسة على اتنين باتنين ونص اللي هي العادية. طيب لو انا هشتغل عادي. هكتب ايه? هقول five divided two بستخدم العلامة اللي اسمها slash. العلامة اللي اسمها slash ده بالنسبة لي الاسمة العادية بتاعتنا. دوس enter. طلع two point five. ده اللي احنا متعودين عليه. طيب التانية بقى اللي هي بتشيلي الكسور عبارة عن ايه? برضو five بس احط اتنين slash. اتنين slash وبعدين two. ده بيطلع لي القيمة من غير اي كسور من غير اي علامة عشرية. فدوس enter. طلع اتنين بس. فكر معي في المثال ده. لو انا عندي خمسة ايفونز. وعندي ولدين. هل انا ينفع? اقسمهم. ان انا قدي لكل ولد اتنين ايفون ونص. اجيب ايفون كده في النص واكسره. مش هينفع. فانا محتاج ان انا استخدم الاتنين slash اللي هي بتطلع رقم int. اللي هو رقم مفهوش علامة عشرية. طيب فيبقى عندي خمسة ايفونز وعندي ولدين. حدي لده اتنين. وحدي لده اتنين. حيتبقى لي ايفون واحد. انا كده مش هديل حد فيهم. طب انا اطلع الكلام ده ازاي? ازاي اقول له? طب حيتبقى لي كام بقى? بعد ما عمل العملية دي حيتبقى لي كام? برضو في علامة تانية للموضوع ده. العلامة دي اللي هي علامة البرسنت. بنقول عليها في البرمجة موديلو. فبقول خمسة موديلو اتنين. دي بتطلع الريميندر. اللي اتبقى. اتبقى كام? المفروض اتبقى واحد. دوس انتر. فعلا طلع واحد. ده كده اتبقى واحد. طيب فيه حاجة تانية كمان عندنا اللي هي الباور او القص. اللي لو قلنا مثلا اه خمسة باور اتنين. خمسة قص اتنين. بنعملها ازاي? فبكتب خمسة. وبعدين علامة الدرب بعملها مرتين. يعني نجمتين جنب بعض. وبعدين اتنين. ودوس انتر. يطلع خمسة وعشرين. فايف باور تو. المفروض انها هي بتوينتي فايف. طبعا الناس اللي بتستخدم عارفين اهمية الاقواس. وان في حاجات لها اولوية عن حاجات تانية. يعني مثلا لو استخدمنا الجمع والضرب في نفس المعادلة. الدرب ليه اولوية اعلى من الجمع? فالضرب هيتعامل الاول وبعدين الجمع. حتى لو احنا كتبنا الجمع الاول. يعني مثلا انا ممكن اقول اتنين. زائد. تلاتة. وبعدين ضرب اتنين. two plus three. وبعدين multiplied by two. ايه اللي هيحصل? الاتنين مضروبة في تلاتة دي هتتعمل الاول. اتنين في تلاتة بستة. وبعد كده هيبلاص عليها الاتنين فيطلع تمانية. بس كده انتر. فعلا طلع تمانية. طب الاقواس بقى بتعمل ايه? الاقواس بتغير الموضوع ده. اللي انا بحطه في اقواس هو اللي بيكون ليه اولوية اعلى? فبيتعمل الاول. فانا مسلا ممكن احط الاتنين زائد التلاتة. حطوهم في قوس. وبعدين مضروبين في الاتنين. كده ايه اللي يحصل اتنين زائد تلاتة? بخمسة. مضروبة في اتنين فتبقى عشرة. فالناك الناتج اتغير بس عشان الاقواس. بكده يبقى احنا شفنا ازاي ممكن نكتب للبيتون اوامر وينفز الاوامر على طول من غير محتاج ان انا اكتب بروجرام كامل وبعدين ينفز البروجرام ده.